اشتركوا في القناة الصلاة ذكرت في كتاب الله في أكثر من مئة آية في كل آية منها ربنا يعد المصلين إما يعد المصلين بكرامة أو يوعد التاركين بعقوبة وملامة أول المئة في أول القرآن وآخر المئة في آخر القرآن كل القرآن منثور محشوب بآية الصلاة أولها ذلك الكتاب لا ريب فيه للمتقين الذي لا يبنى بالغيب ويقيمون الصلاة آخرها فصل لربك وانحر ثم كيف تعزف نفس هذا الإنسان الذي نحن نحدث غير الجاحد غير المنكر الجاحد هذا لا حديث لا معه هذا النوع من الحديث أما الذي تزعم أنك في الدار مع المسلمين كيف تردى لنفسك أن تكون في موطن أخف العلماء معك وأليانهم قولا لك يقولك أن تفاسق من شرار الفسقة كيف تردى لنفسك بهذا المقام كيف تردى لنفسك أن تترك شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفزع إليه كلما حزبه أمر كلما نابت نبي الله نائبه قام إلى الصلاة فصل يعني كيف كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عينه في الصلاة وما جعلت قرة عينه في غيرها في الصلاة وأنت تزعم أنك من أمته ثم بعد ذلك يخف عليك أن تترك ذلك الذي كان لا ينصور أن يترك لو نشر جدك أو أبو جدك فقيل له إن من ذريتك يخرج من صلبك من يزعم أنه مسلم ولا تسجد ولا يخر سجدا للأي سجدا أكان يصدق ثم يرضى الإنسان وهذا الصالحون أمورهم عجيبة مع الصلاة حتى كان الاهتبال بها والاهتمام بها منهم عجيب مما يقال إن علي رضي الله عنه قال لو علمت أنه قبلت مني صلاة واحدة لما اهتممت لأي شيء بعد وحدا لماذا؟ قال لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين فإذا قبلت علمت أنني من المتقين علمت أنني من المتقين عصام بن يوسف البلخي سأل حاتمي أصم حاتمه الأصمواذ كان يقال له لقمان هذه الأمة سأله قال كيف تصلي قال أفعل الأمر كما أمرني الملك أمشي بالخشية وأدخل بالنية وأكبر بالتعظيم وأقرأ بالترتيل وأركع بالخشوع وأسجد بالخضوع وأجلس بالأدب وأسلم بالتبتل وأرجع بالخوف وأقول لا أدري أيقبلوا مني أم لا يقبل لا أدري أيقبلوا مني أم لا يقبل فقال له عصام إذا كانت هذه الصلاة إذا كانت هذه هي الصلاة فما صليت صلاة في عمري فما صليت صلاة في عمري الجنيد رحمه الله يذكرون أنه كان يوم في مكة فأذن بالصلاة فقيل له تقدم فقال لا أصلح لإمامه قالوا لابد وقدموه فلما التفت إليهم وقال استووا رحمكم الله أغمي عليه فقدموا أحدهم فصلى بهم فلما فرغوا من صلاتهم أفرغوا على جنيد بعد الماء فاستيقظ فلما أفاق سألوه ما سبب إغمائك أي شيء ما سبب إغمائك وأي شيء شأنه فقال لهم إني لما قلت لكم استووا رحمه الله رحمكم الله كأن قائلا قالني أستويت أنت مع ربك حتى تأمر غيرك هذه حياتهم مع الصلاة هذه حياتهم مع الصلاة هذه هذه أحوالهم وانت يعني تتركها وتأكل وتشرب وتضحكم يا أشيد خيك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المتبتلين الصادقين الصالحين الصحابة لو علمتم ما أعلم ضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا أمور الصلاة كانت فيهم شيئا عجبا يرون بالصلاة أنهم في خدمة محبوبهم يحبونه فيلتذون بتمريغ وجوههم بين يديه يرون أنهم بصلاتهم يناجون من يحبون فكانوا يستكثرون لا يحبون الانفصال عن محبوبهم ربنا سبحانه من العجب الذي يروى عنها في بث هذا حاله عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان إذا صلى في الحرم قالوا كان إذا ركع أو سجد حتى حمام الحرم فوق ظهره لطول ركعه وسجد يحسبه أنه جذع شجر أو حائط من حيطان الحرام قالوا كان إذا دخل بيته سكت أهل البيت هيبة له فإذا أراد أن يصلي في بيته وكبر حينئذ تكلموا وضحكوا وارتفعت أصواتهم يعلمون أنه انفاصل عنهم بتكبيرات الحرام هذه الصلاة نحن وإن كنا نقرر أن نتاركها غير كافر لكن بأي وجهن يلقى الله الكافر كافر يقول لك أنا لست بمسلم ونؤمن بآخرة فإذا لقي الله يوم القيامة أكلم أخر لكن أنت تعلم أنك سائر إلى الله تعلم أنك صائر إلى الله تزعم أنك من أمة رسول الله تزعم أنك تخاف الله والعاجب أنك لا تصلي وهذه حال الناس ويخافوا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة قلوبهم خائفة أن يضرب بكل ذلك وكل ذلك وجوههم لا يسألوا عما يفعلوا وهم يسألوا يسألوا الله تعالى أن يوقضنا من الغفلة أن يجعلنا من المصلين وأن ينفعنا بصلاتنا وأن يقبلها منا وأن يقبل منا ما كان صالحا ويصلح منا ما كان فاتحا ترجمة نانسي قنقر